متابعيني جميعا على قناة انفو تيك فريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ربكم بخير وبصحة وبسلامة النهاردة ان شاء الله هتكلم عن نموذج ذكاء اصطناعي جديد وهو نموذج ديب سيك ار وان لايت بريفيو نقدر نقول ان هذا النموذج متوافق مع نموذج او وان بريفيو من اوبن اي اي والميزة هنا ان هذا النموذج مجاني ومفتوح المصدر وان شاء الله النهاردة هنجربه مع بعض على الويب هذا النموذج من شركة اسمها ديب سك وهي شركة صينية اتأسست عام 2023 وهي متخصصة او بتركز على الذكاء الاصطناعي العام او تطوير الذكاء الاصطناعي العام اللي هو الاجي اي وكنا اتكلمنا من قبل على انواع الذكاء الاصطناعي الشركة دي زي ما قلتكم اتأسست عام 2023 قدمت نمازج مفتوحة مركزين في البرفورمانس او في تطوير النمازج على الماث الرياضيات والكودنج البرمجة والريزونينج دول اكتر ثلاث حاجات شركة ديب سك مركزة عليها النموذجين اللي كانت اطلقتهم شركة ديب سك نموذج ديب سك version 2.5 ونموذج ديب سك version 2 اللي قابله والاتنين بشكل عام بيجمعوا بين القدرات العامة جنرال يعني والقدرات البرمجية النموذج اللي حكلم عنه النهاردة اللي تم تطويره والاعلان عنه من قبل منصة ديب سك او شركة ديب سك لسه ما تمش تطوير اي بي اي ولكن هم قالوا ان ان شاء الله قريبا حيكون له واجهة برمجة تطبيقات او اي بي اي من خلال حساب ديب سك على تويتر حطتلك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو الشركة عملة مقارنة ما بين الموديل الجديد ديب سك R1 Lite Preview وباقي الموديلز المعروفة بمهارتها او بأداءها العالي في الريزونينج وفي الماس وفي الكودينج زي O1 Preview من OpenAI وGBT40 وClass 3.5 Sonnet وايضا بعض النماذج الاخرى من ضمنها ايضا النموذج الخاص بهم هو شخصيا ديب سك version 2.5 وايضا البنشمارك بتاعهم في نقط بقى او في مجالات متعددة منها الماث ومنها الايم بالنسبة لي الايم الايم هو عبارة عن امتحان في الرياضيات او في مجالات متنوعة في رياضيات زي علم المثلثات زي الهندسة زي الجبر حوالي 15 زئيل مفروض ان بيجاوب عنهم الشخص في 3 ساعات هم بيستخدموه كمعيار لتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي هنلاقي بالنسبة للايم 2024 هنلاقي ان النموذج الجديد من ديب سك محتل المركز الاول بعد كده O1 Preview بعد كده GBT40 وهكذا بالنسبة لي الماث ايضا واخد المركز الاول بالنسبة لي الكود او الكود فورسز واخد ايضا المركز الاول زي ما احنا شايفين طبعا في الاخر خالص انت كانت يوزر بتجرب وبتقول رأيك في الموديل وزي ما قلت لك هو open source ومجاني تقدر ان انت تستقدمه كمان من خلال الويب وده اللي هنشوفه مع بعض النهاردة يلا بينا بقى نجرب النموذج الجديد على الويب كل اللي عليك ان انت هتروح لديب سك وحتبتدي ان انت تخش بحسابك على جوجل ودي الواجهة اللي هنشوفها مع بعض دلواتي هي واجهة مشابهة جدا لشا جي بي تي زي ما احنا شايفين تقريبا نفس الشكل لو انت رحت لستيتنج هتلاقي عندك فيستيتنج حاجات قليلة جدا منها الدارك مود ومنها اللايت مود واستخدام اللغات في اللغة الانجليزية واللغة الصينية احنا طبعا هنستخدم اللغة الانجليزية وحتبتدي ان انت تفعل ديب ثنك وهنا النموذج الجديد حيشتغل وهذا النموذج اللي بيفكر خطوة بخطوة في كلك خمسين ميسج في اليوم يلا بينا نجرب مع بعض ونشوف الاسئلة اللي ممكن نترحى عليه ويجاوب عليها اول بروبلم معي النهاردة البروبلم دي انا جبتها من امتحان الام 2024 عشان اشوف مدى كفقته في الاجابة على البروبلم وطبعا الاجابة انا عرفاها موجودة على الويب سايد اللي انا جايبة منه السؤال علشان اقارن ما بين النتيجة والنتيجة الاساسية طبعا للموقع اللي موجود في السؤال هنا هو بيتكلم عن شخص الشخص ده بيمشي مسافة معينة بالكيلومتر في طريق بتاعه بيقف مكان معين والمهم بيمشي بسرعة سبتة معينة ومطلوب في الاخر خالص ان انت تحسب الوقت اللي هو بياخده طب يلا بينا نشوف حيجاوب على السؤال ده ازاي ما تنساش ان انت تفعل خاصية deep think هنا بيبتدي thinking ويفكر معاك زي ما انت شايف كده جزء جزء ويبتدي ان هو يديك بيقولك السيناريو اول سيناريو هو حطه السبيد لانه هو قال هنا السرعة سبتة ودستانس المسافة زي ما احنا شايفين مش هنخش بقى في المسألة نفسها هو حيبتدي كمان يسيمبليفاي يسهل الحل ويبتدي ان هو في الاخر خالص يبتدي ديني الاجابة او الفاينال انسر انسر اللي هتكون 204 حيظر عندك قدامك دلوقتي الاجابة الصحيحة من على الموقع وهو 204 دقيقة هنا هو كان طالب عدد الدقيقة اللي هي بتمشيها زائد عدد الدقيقة اللي بتقضيها في الكافي شوب اللي بتعدي عليه اجاب time walking بتاعها هي بتمشي ساعتين وبتقضي حوالي 24 تقريبا دقيقة جوة الكافي شوب عددهم 204 ده اول سؤال انا جربته فيه وزي ما احنا شايفين قد ايه هو مفصل الاجابة وبيفكر خطوة بخطوة ودي ميزة deep thinking نروح نعمل new chat هنا ححط السؤال بتاعي you have six horses and you want to race them to see which is fastest what is the best way to do this انت عندك ستة احصنة وعايز ان انت تسابقهم عشان تشوف منهم الاسرع ايه الطريقة الافضل لده تعال نشوف الاجابة بتاعته ايه ده من الاسئلة اللي بيدربوا بيها ال L L M ايضا هنا بيبتدي يفكر زي ما احنا شايفين بياخد وقته في التفكير كل اللي انت شايفو ده طريقة في التفكير اللي هي step by step حنشوف بعد كده حيقول ايه let me try to outline possible approach هنا حيقول لي divide the six horses into two groups حطهم في two groups وبعد كده عرف the winners of each group حيكون ايه هنا بيقولك الwinner من كل group خليه ان هو يسب مع بعض بعد كده الwinner هو حيكون الفاستست او اكتر واحد مثلا سريع بعد ما افكر هنا ابتدى يديني بقى الاجابة النهائية ايه هي الاجابة النهائية بيقولي السيكس هورسز قسمهم لtwo groups وبعد كده race group one ورace group two طبعا هما 6 احصنة فA وB وC وحصان D وE وF والwinner من كل واحد خليهم يتسابقوا مع بعض ان لو A win the final race يبقى ايه هو الفاستست هورس من الD تعال نشوف حاجة تانية وحروح افتح new chat رفت عملت new chat هنا ببساطة السؤال بيقول الروبوت عنده eight arms ثمان اذرة في خمس حاجات موجودة على التابل الروبوت حيبتدي يلتقط كل حاجة من دول بدراع واحدة وفي نفس الوقت هو بيشاكس هانت بيصفح نفسه بيقالش بقى بدراعين احنا اكيد هو بيصفح نفسه how many arms does he have three he then shakes hands with himself لو احنا فكرنا فيها حنقدر نحنا نعرف الحل حنشوف هو هيقسم ازاي الحل وحيفهم الجزء بتاع ان هو صافح نفسه دي ولا لأ حنشوف الاجابة مع بعض انا سألت شجي بيتي السؤال ده قبل كده واعطاني الاجابة الواقعية الصحيحة طبعا زي ما احنا شايفين هو عمال يفكر يفكر وفي الاخر خالص بيبتدي يديني الاجابة النهائية بيقولي ان هو توتالي عنده ثمن ازرع في خمس حاجات حيبتدي يلتقطها من على المنتظة فخلاص كده في خمس ازرع وفي تو ازرع بيبتدي ان هو يصافح نفسه بيهم يبقى دلوقتي في سبع ازرع مش فضيين يعني دلوقتي هو عنده اذراع واحد فقط free وبالزبط كده هو ده الاجابة الصحيحة زي ما احنا شايفين اتمنى تكونوا استفدتوا من فيديو النهاردة من الموديل الجديد من موقع ديب سيك وهذا الموديل هو ديب سيك ار وان لاين بريفيو اللي بيتوافق مع موديل اوان بريفيو من اوبن اي اي وكمان بيتفوق عليه في الريزونينج وفي الكود وفي الماث اشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة انفو تيك فور يو زي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولكنتم متباينة لاعزاء ما تنساش لايك وشيروا كومنت دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته